أرحب بضيفي حول هذا الموضوع سامي اللجميل رئيس حزب الكتائب اللبنانية أهلا بك معنا في الحرة الليلة أنا ببدأ معك ربما بسؤال تقليدي بناء على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية والأمنية وحتى السياسية بنهاية المطاف سيد اللجميل إلى أين سيصل لبنان بناء على كل هذه المعطيات يعني الأمر متوقف بالنسبة لإلنا لمدى قدرة الشعب اللبناني بالصمود والتعبير عن رأيه بالانتخابات المقبلة ومواجهة محاولات إخضاعه نحن نعتبر الأمر متوقف على هذا الموضوع وهذا امتحان كتير كبير لإلنا كلنا كشعب لبناني اليوم أمام هذه المأساة اللي عم نقطع فيها من جهة تانية كمان متوقف على مدى وقوف العالم إلى جانب لبنان والشعب اللبناني وسيادة لبنان واستقلاله ومدى قدرتهم على الدفع باتجاه تطبيق القرارات الدولية وإخراج لبنان من هالهيمنة أو السيطرة الإيرانية على قراره عبر حزب الله يلي عم بمارس اليوم بحق اللبنانيين كمية من الترهيب ومن الترغيب هذا الواقع الذي وصفته سيد سامي اللجميل برأيك ربما إذا أردنا أن نفكر بالخطوات التي من المفترض أن يتم تخطيها هل نتحدث هنا عن أهمية وجود دور خارجي؟ ربما الولايات المتحدة الأمريكية حضرتك موجودة الآن في واشنطن إن كانت لديك أي لقاءات أي اتصالات أو تواصل مع شخصيات أمريكية هي أصبحت مطلعة وتدخل بطبيعة الحال بكل تفاصيل الواقع اللبناني وأزماته يعني نحن بالنسبة لألنا ما عم نطلب من حدا يتدخل بالشؤون اللبنانية عم نطلب منع الآخرين من التدخل بالشؤون اللبنانية هناك دولة اسمها إيران تتدخل بشكل يومي عبر ميليشيا مسلحة ترسل المقاتلين وترسل السلاح وترسل الأموال لحزب لبناني ليكون ميليشيا تضرب مبدأ دولة القانون والمسار الديمقراطي في لبنان وبالتالي لبنان ليس فقط لديه مشكلة داخلية إنما أيضا لبنان عنده مشكلة تدخل بشؤونه من قبل دولة اسمها إيران وهذا الشيء ما منقدر نحن كلبنانيين لوحدنا نقف بوجه في المجتمع الدولي بشكل عام عليه أنه يتحمل مسؤوليته تجاه لبنان لبنان هو عضو بجامعة بالأمم المتحدة وهو عنده صداقاته التاريخية ونحن اليوم مطلوب من كل أصدقاء لبنان يقفوا إلى جانب سيادة لبنان واستقلاله وعندما يستعيد لبنان سيادته واستقلاله ساعات اللبنانيين هن بيقرروا شو بريدوا لبلدهم عبر نظام ديمقراطي نقصت هذه النقاط سيتسامي لجميل فيما يخص موضوع إيران وتدخلاته بالشأن اللبناني تمت مناقشة هذه الأمور من خلال وجودك الآن في واشنطن ولقائك بالتأكيد بشخصيات ربما هي فاعلة تتابع هذا الملف صحيح نحن نلتقى بالإدارة الأمريكية كلها بكل أطرافها ونلتقى أيضا بممثلين الشعب الأمريكي بالمجلس النيابي الأمريكي لإطلاعهم على الواقع بلبنان ونحكي بالأمور الأساسية اللي إليها علاقة بدعم لبنان دعم جيش اللبناني يلي هو بالنسبة لنا رمز للمؤسسات ورمز لسيادة لبنان ونحن منقدر جدا الجهد اللي عم ينعمل لدعم الجيش اللبناني من قبل الولايات المتحدة وكل المجتمع الدولي وهذا الشيء لازم يستمر وبالمقابل الجيش اللبناني لازم يكون حازم أكتر بالتدخل طبعه بكل ما يكون الشعب اللبناني معرض للأذى كما حصل بالأسبوع الماضي يجب أن يكون التدخل أسرع ويكون ضرب الجيش بإيد من حديد حاسم أكتر بالإضافة إلى تأكيد أن نحن من آمن بحياد لبنان عن صراعات المنطقة ولا نريد أن يكون لبنان جزء من محور سوري إيراني حزب الله ويقود لبنان إلى عزلة دولية وعربية وبنفس الوقت أيضا نحن نطالب بأن تكون العملية الديمقراطية في لبنان الانتخابات المقبلة تكون تحت إشراف دولي لأنه معنا سئة بأن الإدارة الحالية للدولة اللبنانية قادرة أن تتعاطى بنازهة وبموضوعية مع هذه الانتخابات المقبلة ونحن معنا أن يكون فيه إشراف دولي على هذه الانتخابات وكمان هذا الموضوع نحكي فيه اليوم هنا بأمريكا بالإضافة من المساعدة الشعب اللبناني للصمود الاجتماعي والاقتصادي بهذه الظروف الصعبة التي نقطع فيها وتكون هذه المساعدات مباشرة للشعب اللبناني عبر المؤسسات الغير الحكومية التي تقوم بدور كبير في لبنان اليوم تتساعد وتوقف إلى جانب الشعب اللبناني على ذكر الجيش اللبناني أود أن أعود معك إلى خطاب أمين عام حزب الله حسن نصر الله يوم أمس تباهى بالفائط فيما يخص عدد القوات العسكرية مئة ألف مقاتل البعض يرى بأنه كان هناك تهديد واضح ليس لجهة معينة بقدر ما هو تهديد للجيش اللبناني والدولة اللبنانية ما رأيك بذلك سيد جميل أنا موافق على هذه المؤربة أنا بعتبر التهويل طبع حزب الله هو بواجه الجيش اللبناني لأنه نحن نعتبر أنه الجهة الوحيدة القادرة على الحفاظ على سيادة لبنان واستلاله وحماية اللبنانيين هي الجيش اللبناني وبالتالي من الطبيعة أنه حزب الله يحاول يتخلص من هذا الحاجز الكبير الذي يقف بينه وبين السيطرة الكاملة على الدولة اللبنانية وهو الجيش اللبناني فمشان هيك نحن بهمنا أنه هذا الجيش يلي بيمثل كل اللبنانيين ويلي عنده سائد كل اللبنانيين ويلي هو شرعي وهو بكل دول العالم العمود الفقري للحفاظ على أي دولة بالعالم يكون عنده الدعم الكامل يقدر يقف بوجه كل هذه التهديدات يلي بالنسبة لأنه مبالغ فيها جدا حزب الله ما عنده 100 ألف مؤاتل وحزب الله ما بيقدر يهدد الجيش اللبناني والجيش اللبناني حتما إن كان من ناحية العديد أو التجهيز هو أقوى من أي جهة أخرى موجودة على أراضي اللبنانية أنا بالتأكيد أشكرك جزيلا شكر ضيفي من واشنطن سامي اللجمية الرئيس حزب الكتائب اللبنانية شكرا جزيلا لك